اشتركوا في القناة واكد البعث ان ما تعرض له عبارة عن ممارسات وسلوكية مقصودة ومتعمدة من قبل الميليشيا حيث كبدتهم خسائر مادية كبيرة نتيجة الحملة التي افتعلتها واجدثت من خلالها عربيات وبساطاتهم بما فيها في الوقت الذي تركت فيه كتل الخرسانة والصبيات منتجرة في الجوارع ولم تقم برفعها سرعت ميليشيا الحوثي الهابية بفرض جباية جديدة على التجار مقابل السماح لهم بامتلاك وحمل السلاح الشخصي رغم تفشي ظاهرة حمل السلاح والانفلات الأمني غير المسبوك في مناطق سيطرة الميليشيا وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا وقعت ما سمته مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية تقضي بمنح تجار ورجال الأعمال ترخيصا لحمل السلاح الشخصي داخل أحياء وشوارع العاصمة المحتلة صنعاء مقابل مبالغ باهظة يدفعونها بالتزامن مع انتشار محلات بيع السلاح التي تتبع غالبيتها تجارا ينتمون لميليشيا الحوثي شيع أبناء تعز اليوم الأحد جثمان رئيس مجلس الشورى السابق عبد الرحمن محمد علي عثمان بحضور قيادات السلطة المحلية إلى مثواه الأخير في مديرية المسراخ عقب الصلاة عليه في الجامعة السعيد شمال المدينة وكان عثمان توفي الخميس في منزله بمديرية المسراخ بمحافظة تعز بعد معاناة مع المرض وعبد الرحمن عثمان من أحد مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي العام وعمل سابقا قبل منصب رئيس مجلس الشورى محافظا لمحافظة الحديدة كما تقلد عددا من الوزارات أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأربا اليوم تضرر أكثر من 16700 أسرى نازحة في المحافظة جراء الأمطار والسيول التي شهدت المحافظة خلال الساعات الماضية وضحت في بيان أن 5287 أسرة تضررت بشكل كلي وتضرر 11448 أسرة بشكل جزئي ما بين حالات غمر وجرف لمنازل تلك الأسر فضلا عن وفاة نازحين اثنين حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هطول أمطار شديدة الغزارة بشكل متواصل على معظم المحافظة اليمنية ومعدلات كبيرة جدا ولسيما على مناطق سهل اتهامة من ميدي شمالا وحتى باب المندب جنوبا خلال العشرة الأيام القادمة وتوقع المركز هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحيانا على المرتفعات الجبلية من محافظة صعد شمالا وحتى محافظات لحج والتعز جنوبا وتكون أكثر غزارة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية والوسطى وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء وأبيان ومأرب والجوف وشبوى وحضر موت والمهارة نهاية المجاز إلى اللقاء اشتركوا في القناة